السلام عليكم برحمة الله وبركاته كيف حال جباب شكوون بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بحلقة مميزة جدا هاي الحلقة حلقة خرافية في تضحيات في اكشن في هجوم في تفريعات جديدة من الـ opening فرحين نستنتعكونا بهذه الحلقة فخلونا نبلش بالحلقة اللي عناها اليوم الابيض هو ستيفن جونز اف ام من انجلترا والاسور هو سيمون وليمز فتنا بجيم سقلي دراغن وبعد النايت اف سكس نايت سي ثري دراجن بشوب على الإي ثري الأبيض بدي يروح لليغو سلاباتاك هون بيبلش معنا الأكشن الأسود هون لعب الإي سيكس وإي سيكس ناقل زجيدة بتفوتنا بشي اسمه الدراجو دورف برياشن شو الفكرة من الدراجو دورف إي سيكس ناقل بتسيطر على المربع البي فايف وبتمنع نايت بي فايف أي نايت منهم على البي فايف والأهم من ذلك إنه بتمنع بشوب بي فايف من أفكار الأبيض إنه بدي يلعب بشوب اي ثري كوين دي تو بدي حاول يلعب بشوب اي سيكس فلو أنا عرفت أخلص من فيله الأسود ثم منع فكرة بشوب اي سيكس كله أصلا فبهذا الموقف بعد ال اي سيكس أنا بمنع بشوب بي فايف يعني خلي أحكي لكم أحد الترابس المعروفة جدا في الدراجون هون جي فور تعتبر غلط وغلط كثير كبير ليش؟ لأنه أنت أكي مفكر حالك إنك سطل فيل ويهي والحصن تبع حيجع لل اي فايف بأحسن الحالات لو في له هرب لكن هناك جي فور بتخسر ليش؟ لأنه في بي شوب بي فايف تشك إجبار أنك تضغط بأي طريقة من الطرق وبتخسر حصانك إلي على الجي فور وعشان هيك عشان هيك بعد البشوب اي ثري نا جي فور ما بتمنع لأنه في بي شوب بي فايف فأي سيكس بتخلي نايت على الجي فور ممكن ليش؟ لأنه ما في بي شوب على البي فايف تشك فبعد الأي سيكس نايت جي فور تهديد فراح ونصاحبنا لعب الأي فتلي ممكن تحكيلها غير أنا مقتنعت يعني A6 عمل لي فيها variation جديد وعمل لي فيها action وبعرف شو طب A6 يعني ينقص أخيبة أنا بلعب A6 بس مشان أمنع البشوب على البي 5 طيب هو لعب F3 هو حيلعب لجي فور وأج فور وF3 نقل هو حيلعبها أنيويز يعني فاوين الحكمة ووين الفكرة ب A6 تحكيلك من فوائد الـ A6 أنه هي بتسمح لإلعب البي 5 بشوب بي 7 نايت دي 7 وممكن أهاجم من خلال عمود ممكن أنه بيدق البي ساعدني جدا أول شيء ممكن ألعب البي 4 أطرد الحصان على C3 ثاني شيء أنه أنا بعد البي 5 ممكن حط حصان على السي فور ولو عرفت حط حصان على السي فور حيعمل مشاكل وقلق مطبيعي لخصمي بعد الـ F3 الجيم كمل بشوب على الـ D7 كوين على الـ D2 وهون شو بتلعب لو كنت أسود من هون بدي أسألك من هون لستنا بالأوبنينج بس الأوبنينج كان جديد يعني لازم تكون أنت عارف شو التفريعات وبدي أحكي لكم شغلة هذا الأوبنينج شد انتباهي بطريقة مطبيعية آخر يعني أسبوع عم قضي ساعات وساعات وساعات من دراسة هاي التفريع فلو أنتو عجبتكن ممكن أن نحنا تعمق عنا أكتر ممكن نعمل عنا سبيد رن خاص فيها ممكن أن نحنا نزل مباريات عنا أكتر فحكولي شراء يكون فيها وأنا عم بحكي لكم هلأ الأفكار الأساسية فمشان اللي بحبي يروح يطبق فورا بـ Game Blets يعطيها هلأ بعد أكوين على الـ D2 الأسود أو الأبيض يمكن أن يخلص من فيله الأسود يلعب شبكت سيكس ويكسر هدول الفيلين فضروري أنك تكون تلعب الـ H5 وهي فكرة من العوبة من كارسن بحد ذاته فأعراف أنه هي شو فكرة طوية الغيم كملت بيت طويل و B5 هلأ ليش الأسود لعب بـ 5 هون لما أنت تلعب الـ B5 بدك تكون حذر ما بدك تلعب بـ 5 إلا لما خصمك بيت لأنه لو مثلا هو خصمك لعب بـ C4 فرضا أو بلعش بـ C4 هلنفترض لقلة عالية ناس مثلا الـ H4 معنى لما أنا نقول نيحة بس هلنفترض لفطراب B5 هون غلط كثير كبير لأنه في A4 وفجأة كل هذا بيخرب وصار في مشاكل على القلعة وعلى B5 إلى آخره فبتستنى التابيت أول ولما يصار التابيت ممكن تلعب بـ 5 A4 لا لا يمكن أن تلعب أي سنس لأنه أنا ممكن أكل بفتح حمود الـ B وعمود الـ C وهذا الشيء ما له من مصلحتك لما خصمك يكون مبيت أو لما ملكك يكون بنص الشارع بعد الـ B5 الـ Gameكمل A3 بحاول أنه يمنع الـ B4 وبيشعب على الـ B7 الفيل شو فائدته على الـ B7 يا صديقي الفائدة العظمى أنه أنا ممكن ألعب الـ D5 هاي من أحد يعني هاي المين بريك أصدت بالنسبة إلي كالعابة بيلعب دراغون بيشعب على الـ D3 نايت بي على الـ D7 H3 بدأو يحاول يلعب الـ G4 روك على الـ C8 وـ G4 بنا نفهم قبل ما نكمل شو هي الـ setup الأسود هلا الأسود عمل كل شيء بالديل القلعة ممتازة هون جدا بعمود الـ C ضرب الملك الفيل كثير كثير ممتاز والفيل الثاني كمان كثير كثير سفاح شو مشان الأحصنة هلا الأحصنة وين بدأتي جي على مربع الـ C4 نفس ما قلنا من أفضل الطرق اللي أنت ممكن تطور في أحصانك أنك أنت تحط الأحصنة على الـ E5 بعدها تجيبه على الـ C4 أو تضعه على الـ B6 بعدها تجيبه على الـ C4 أو تعمل التينتين مع بعض تجيب الأحصن الأول على الـ E5 والتاني تجيبه على الـ B6 لكي أنه واحد يوعد على الـ C4 طب ليش أنا أحرك حصانين لكي أن واحد يوعد على الـ C4 ومشان لو الأول التاكل يكون عنده أخو بساندو وهي من فلسفتي وهي من خبرتي ومي اون ريسرش ها هي أفضل طريقة أنت تلعب فيها لأنه حنشوف بالـ game شنون أنه بعد نات E5 لما الأسور حط حصانه على الـ C4 وحنشوف هذا الحكي بعد شوي هو حط حصانه على الـ C4 والتاكل واتطوره أنه يأكل بالرق وإنت ما بدك رق على الـ C4 بدك حصانه على الـ C4 خلونا نشوف الـ game شنون نكمل الـ game كمال كينغ على الـ B1 ببعد ملك وهنا عمود السي نات C4 أعطيلي الوزير تبعك وعطيلي الفيل فبش ابتك C4 أنت ما بدك تخلص يعني ما بدك تسمح للأسود يأكل هذا الفيل لأنه الفيل هذا مهم بينما هالفيل على نفس لون الجنود فهذا الفيل تعباه بشب C4 وروك تيكس C4 الـ game كامل نايت D2 وفكرة نايت D2 أنه نبدأ حاول حط فيله على هذا الوتر يكون فيه كثير كثير سفاح اللحصان كمان حامي أخو فبيبطل في عندك تضحيات نفس رك تيكس على الـ C3 نايت على الـ D7 بحاول أنه يطور فيله واللحصان هذا طبعا ممكن يجي على الـ B6 وبعد ذلك ممكن يجي على الـ E4 أو ممكن يجي على الـ E5 وبعد ذلك يجي على الـ C4 بيثري يعطيني القلعة وهون نقل علامتين تعجب أو علامة تعجب علامة استفهام يعني شو؟ interesting نايت على الـ E5 ضحاله بالقلعة مشان يحطوا حصان على الـ C4 وبعد الـ B take C4 نايت take C4 صار عندي حصان جداً أسطوري ريويندي شوي لوره القلعة ما مكان على الـ C4 هو لاحظ أنه لو أنا ضحيت بالقلعة وضعت حصان على الـ C4 فالموضوع بسوء ونشوف الآن بالتفاصيل ونشوف لو ما أخذ القلعة ونشوف كل هذا لكن شو كان صار لو هو أصلاً ما حط حصان على الـ C4 لو هو هون مثلاً نلعب نات B7 نات B6 نات C4 الفكرة تبعي ما كان هذا الشي أحزن من وجهة نظري كان أحزن لأنه ما كان حيضطر يضحي القلعة كان حيضطر يضحي بالوقت والوقت يعني هذا الموقف يعني من حظ سايمون وليمز أنه هون خصمه قبل القلعة وكان مضطر نوعاً ما يقبله لأنه لو ما قبلتها أنا ممكن نحط حصان على الـ C4 أنا قرردي لدينا TX F3 وفي مصائب سوداء ستصير فبعد BX حصانه على الـ C4 ونشوف شون الحصان كان كثير كثير قوي بس قبل ما نشوف فون تيكس روك خلونا نشوف هون F4 الآن أنا جيت نيت E5 طبعاً ما نحط حصان على الـ C4 والحصان يكون مادد كل هاي الشغلات طيب شو بصير لو F4 إنه أعطيني الـ Knight تبعك وبعد ما ترجع له ورا بعد ما تروح وين ما بدك أنا ممكن أأكل القلعة تبعي F4 غضط كثير كبير لأنه أنا هون عندي Knight F3 والوزير تبعك راح ثير ما عندك قيد الـ D3 وأنا بهذا الموقف ممكن نلعبك من C7 أنا مادد روك تيكس على الـ C3 وأكسب اللحصان F4 F3 يعني بمساعدة البيشف تبعي ولو أنت أكلت القلعة أنا بأكل بالجندي مادد الوزير والوزير ما عنده إما ثاني يروح عليه أسف الوزير إن حبس لو بلك تلعبنا D5 عادي أنا بأكل للحصان وبعد هيك عندي QnB8 وكش مات من B2 بمساعدة الحصان إلا على F3 فيا السلام عليك يا سوامن ونيمز إن شان هيك أنت مجبر أنك تأخوا القلعة وبعد الـ Knight X على C4 عندي حصان كل شي حرفياً صار سوبر QnB1 بحاول إحمي A3 QnB5 بدي أكل على C3 وKingG على A2 هلأ? King على A2 نقلة منيحة لأنه هي بتحمي مربع A3 أوكي وكمان يعني نوعاً ما بتفضي للملك هلأ أنت ما بتقدر تأكل على C3 مباشرة لأنه فيها بالآخر بيش بE5 مادد الوزير مادد الغلع لكن King على A2 ما كانت أحسن شي لأنه حنشوف بيش بأن B4 صارت ممكنة بعد B4 أنا مهدد Knight وصار فيه pin على الجندي وصارت فيه مشاكل ونيت أصلاً ما بيتحرك وإنما أنت حركت Knight فرضاً على B1 فأنا عندي بشوب B2 بشوب B2 مهدد الوزير والوزير أصلاً أصلاً ما بيتحرك وغير أنه عندي بشوب TxA3 أو Knight TxA3 مشاكل مشاكل على الملك فم شان هيك كان أحسن من King A2 لم يكن يهتم بالموضوع. حاول يلعب بشوب لكي يكسر فيها. أحسن من أنه يهتم ببيرق A3. لكن كينغ على A2 سمحت بB4 وصار فيه مشاكل. بعد B4 يكمل كينغ على B3 وضحى بالملك. أو لا يضحى بالملك. هو هاجم بالملك ولكن يضحى بالحصان. الأسود هو أن الأبيض كان مبسوط على هذه التضحية. ونفكر حاله يفعل شيء مناح. أنه يخرج على B3 ثم يرجع على A2. وسكر عمود C وسكر على البشوب. لماذا لا أكل هكذا؟ لأنه يوجد B5. هذه كانت فلسفة الأبيض وأنا لا أقتنع. لا أقتنع أن الموضوع كان يسوي. خصوصا أن الهجوم لم ينتهى. في هذا الموقف أنك تفكر أن الهجوم انتهى للأسود. وتفكر أنه عادي. الملك بأمان وأنا لدي جندي كامل لزيارة. لدي فرق مقابل جندي. لسه الأبيض أحسن. لكن الهجوم لسه لم يبدأ. سوف نكرر إلى الهجوم الحقيقي بينه. أنت حالياً لا تحضر كامل أسود. Noitex A3 محمية. لا يوجد شيء بأمان. فأنت وضعت ممتاز. لكن هناك احتاج قطع أكثر من تهاجم. وهنا لا يحتاج إلى النقطة أكثر مهمة. لا يوجد داعي لو تفكر أن أريد أن أجمد كامل. أرد قطع أكثر و تحصل الى حالة. فأنت أقول برث بكل بساطة. القلعة هاي مكانة الأسطوري على البيئات بتهاجم من هذا العمود والفيل هادئ يعني دائماً هاي شغل لنا حتى سمعت كسبارو بيحكي عنه لما أنت بدك تلعب بالميدل جيم شوف وين قطعك ممكن تكون أحسن مكان إلا شوف تخيل هيك لو بطريقة غير قانونية ممكن حط فيلي على مربع وين رح يكون الفيل سفاح أكيد على الـ E6 بيكون ضارب هذا الباشا وبيكون محمي من مربع الـ F7 وما إلو أي منافس والقلعة تابع نفس الشي وهذا الشي اللي أنا بيحكي عنه بيكورس الميدل جيم تابعي أو بيكورس الاستراتيجي اللي هو كورس موجود على الموقع تابعي بيحكي لك شغل أنت ممكن تنشط قطاعك وين قطاعك ممكن تكون مناسبة بعد الـ A2 اشتغلوا على القلعة أول شي بيت أوكي نات E5 بحاول يطور الحصان تابعه هيك حط القلعة تابعه على الـ B8 ونات B3 بحاول يخلص منه وزير بس عاري وزيري بجيبه على الـ A4 شو يعني لعب GTX H5 بحاول أنه يعمل شوية كاونتر على جناح الملك وهلأ خلص من قلعته قلعته كثير ممتازة أمحط فيه على الـ A6 موضوع كلف وترد جنود بس عادي يعني خود كل جنودي وعطيني بس الملك ما ويدي شي غير الملك وحرفيا بهذا الموقف ما في ولا قطع زيئة كل قطع بأحسن مكان إلى بالضبط وأنا عندي واحد اثنين 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 اربعة خمسة ستة كل لون مهاجمين الملك فمية بالمية فيكش مات وبعد الروك على الـ D5 بحاول أنه يسكر على الفيل أكل هو هون بشوب تيكس D5 هلأ ليش أكل لأنه أنت لو ما أكلت يعني فشو بدك تعمل يعني فيلك أريد يتسكر عليه فأنا أكي برجع شوية ماتيريال وإلا ما يصار عندي ضربة هون هون ولا هون ولعب نايت A5 فعلا نايت A5 أنا مهدد نايت XB3 انت هون ما بعرف صراحة شو بدك تعمل كأبيض رح حامي بـ Q على الـ D1 مع أنه أنا بتوقع أنه Q على الـ B1 نوعا ما كانت أذق أذق من من Q على الـ D1 لأنه QD1 بعد ذلك سمحت بفكرة C2 وحن يتحدث عنها بعد شوية فQB1 كانت أذق فني أتأكد باسم الكمبيوتر أوكي فعليا QB1 كانت أذق بس اللي صار أنه ولعب QD1 وحنشوف هلأ الفرق بيناتهم بعد QD1 الجيم كامل QC4 بدأ يلعب Knight XB3 بعدين C4 أو C2 أسف وبعد C2 حنشوف شلون أنه أنا بكون مهدد الوزير وفاتح للبيشوب تابعي ودائما عندي فرص تكتيكية روك على الـ G1 بدأ يلعب روك تيكس G7 لأنه الفيل هذا بسوى اللي دراجون بيشوب يا جماعة دراجون بيشوب بسوى أكتر بكتر من طلعة فما سمح له لعب له بيشوب F6 روك على الـ G4 ومهدد الوزير وهون نقلة 15 ألف على متعة جوب حاول إنك أنت شو تلاقي النقلة اللي لعب الأسور بهذا الموقف روك تيكس بي 3 هلأ هاي النقلة كانت موجودة عند الأسور قبل يعني حتى هون بتوقع قبل بهذا الموقف أريدي ممكن يلعب روك تيكس بي 3 ليش؟ لأنه فكرة C2 دائما موجودة مثلا هون أتوقع أتوقع أن روك تيكس بي 3 تزبط والله أعلم بس خلني أتأكد روك G7 كين G7 لو أنت أكلت هون أنا عندي C2 يعني هاي الفكرة فكرة قوية أنا مهدد هذا الباشا ثواني بس عنده كين G1 صح أنا غلطان وإنما أنا غلطان شكله عكيت يا جماعة شكله عكيت شكله عكيت والله أعلم شكله عكيت وعكيت جدا فلا سمحوني أنا غلطان أنا غلطان من هذه الناحية وروك تيكس بي 3 لم تكن تزبط روك تيكس بي 3 بس تزبط خلق يعني لما شو لما الفي البطل ممكن يتاكل والملك هذا آمن جدا بعد روك تيكس بي 3 شو الفكرة وين الحوسة كله بالموضوع أنه أنت ما لك عارف تاكل وزيري ولا عارف أنك تاكل قلعة سنشوف أول شي سي تيكس بي 3 أنا ممكن ألعب على الموقف سي 2 ما هدد الوزير وما هدد لكين تيكس بي 3 القيم انتهى القيم انتهى انتهى يعني ما بتقدر تعمل شي لو أكلت لي هون باكل هون وعدي ماتيريا للفانتش كثير كبير وين ما بدك تروح أنا باكل على البي 3 كشمات فمشان هيك اضطر أنه يأكل الوزير وعندي هون نقلة بيسموها انترمسو يعني انه شو نقلة بتوينية هيك نقلة بينية روبي تو تشك وبعدين باكل قلعة كماتيريا لأنا ماني نضحي بكتير وأنا لسه شو لسه حابلش تعويضي أنا بدي ألعب نايت تيكس اي 3 أو نايت تيكس بي شب وهون من الطريف هناك أنت ما بتقدر تلعب هاي النقلة ليش أنه عندي نايت تيكس اي 3 ما بتقدر تعمل شي لأنه أنا شو باكل هيك وبتكون هيك شمات ونايت تيكس سي 2 تهديد ورك بي 1 كمان تهديد مليان مليان مشاكل عند اللاعب البيض فمشان هيك بعد نايت تيكس سي 4 حاول يلعب بشي بسي 5 بل كي حمال الجندي وبل كي غضر يعمل كونتر أكل سايمون وليمز دي 6 طبعا بعد الدي 6 أنا مهدد كشاي كش وحركات فهو هون شرح لعب لعب نايت E3 مهدد الوزير مهدد الـ C2 مانع الكشة كل شي حرفيا ان ملع البيض تكمل دي 7 حلاء لو أنت كنت لعب شغل نفس كون دي 3 أنا باكل على الـ C2 عادي والجندي هذا ما حيصر وزير لأنه لو تفشته ممكن لعب E6 أو E5 أو موري تمام فمشان هيك لعب دي 7 أكل الوزير ورجع على الـ E3 مانع هاي الكشة مهدد نايت تيك سي 2 الجيم انتهى الصراحة جيم روعة جيم روعة جيم روعة وتحفي الصراحة التفريعة تفريعة الدراغو دورف وفكرة أنك تحط حصان على الـ C4 يعني أنا إذا بدأ تحكي تكون شغلي بس بهذا الجيم إن كن حط حصان على الـ C4 وكمان نلعبه H5 يعني شغلي لابد من أنه أنا يكون واضح فيها أنه H5 هي من الأسباب اللي خلت سامن وليم زيك سب هذا الجيم لو أنت ملعبت H5 مثلا لعبت هون فرضا 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 نادي 7 فبشي بقى تسيكس ويتطلعوا وممكن يصدر فيه مشاكل بعد H4 H5 لو بيتت يعني أنت أصلا ما أنك قادر تبيت فهو رح يفتح عليك الموقف فعليا على السريع ورح تتزبط ومشان هيك أنا يعني نصيح تقلقوا لعبوا H5 وحطوا حصان على الـ C4 هاي كانت الحلقة وهاي كانت التفريعة لو أنتم مهتمين كنتم تعرفوا هاي التفريعة أكثر لو أنتم مهتمين إنكم تحترفوا هاي التفريعة فحكوا لي بالكومنتات ممكن أنه أنا أتعمق فيها ممكن أنه أنا أعمل عنه سبيدرون ممكن أنه أعمل عنه كورس بالمستقبل فحكوا لي رأيكم وحكوا لي رأيكم كمان بالإطار الجديد قبل القناة إن شاء الله يكون عجبكم هاي العودة بعرف أنه أنا ماني كتير يعني راجع بطريقة سوبر وهيك بس حمسوني بكومنتات